السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أبناءنا طلاب الصف الأول الإعدادي رواد التطوير أبطال منظومة تطوير التعليم الذين بدأوا معها منذ البداية والآن وصل بهم القطار إلى الصف الأول الإعدادي معنا اليوم درس جديد بعنوان مقال يا أصدقائي الموضوع الثالث أصدقائي الوحدة الأولى أويتي نواتج التعلم في درسنا اليوم أولاً يميز بين أنواع الأساليب والغرض منها يشارك في محادثة تعاونية ينمي مهارة التفكير النقدي يفهم معنى كلمة غير مألوفة أو صعبة في السياق يستخرج الأساليب الإنشائية من المقال يربط المقال بحياته الواقعية ويفهم المقال بصورة أعبق نبدأ بحل تكليفات الحصة السابقة كان السؤال الأول يقول ضع علامة الصواب أمام العبارات الصحيحة وعلامة الخطأ أمام العبارات الصاطئة كانت العبارة الأول تقول يتكون السياق للنص الأدبي من خلفية الكاتب والتأثيرات التاريخية والثقافية نعم إن السياق الأدبي يتكون من خلفية الكاتب ومن التأثيرات التاريخية والثقافية وقلنا إن علينا أن ننتبه بين لفظتي السياق فالسياق الذي يدلنا على المعنى يكون داخل النص أما السياق للنص الأدبي فيكون خارجه ويتكون بالفعل من خلفية الكاتب والتأثيرات التاريخية والثقافية إذن العبارة الأولى عبارة صحيح من أغراض النص الأدبي تسلية الجمهور للنص الأدبي أغراض عدة بينها تسلية الجمهور هذا صحيح وسليم إذن فالعبارة أيضا صحيح ترتبط هوية أي أمة بتاريخها لكنها ترتبط بتراثها الثقافي والاجتماعي هذه العبارة تحتاج إلى مراجعة فهوية الأمة ترتبط بكلا الشيئين ترتبط بتاريخها كما ترتبط بتراثها الثقافي والاجتماعي إذن هذه العبارة خاطئة كان السؤال الثاني يقول باستخدام محرك البحث ابحث عن مؤلفات سلامة موسى واكتب اثنين منها سلامة موسى لديه الكثير من المؤلفات هذه المؤلفات مؤلفات كثيرة بحثنا وذكرنا منها ما يناسبنا له مؤلف بعنوان أحاديث الشباب ومؤلف آخر بعنوان هؤلاء يعلموني ومؤلف ثالث بعنوان فرية الفكر وأبطالها في التاريخ بما أننا نتحدث عن مقال فعلينا أن نعرف ما هو المقال وهو أمر تكرر معنا كثيرا فالمقال هو نوع من الكتابة يستخدم للتعبير عن الأفكار أو المعلومات حول موضوع معين يمكن أن يكون المقال قصيرا أو طويلا وغالبا ما يستخدم في الصحفي والمجلات للمقال أنواع مثل المقال الوصفي الإقناعي والذي يركز على وصفي شيء ما مثل مكان أو شخص أو حدث يحاول الكاتب أن يجعل القارئ يشعر وكأنه يعيش التجربة ثم يحاول إقناع القارئ بفكرته ووجهة نظره هذا هو المقال الوصفي الإقناعي وقد يكون المقال وصفيا على حدة وقد يكون إقناعيا على حدة يعني قد يكون المقال وصفيا يجعل القارئ يشعر وكأنه يعيش التجربة أو يكون إقناعيا يحاول إقناع القارئ بفكرة ما ووجهة نظر دون وصف المقال الإخباري وهو يقدم معلومات حول حدث معين مثل الأخبار أو الحقائق يكون الهدف منه إخبار القارئ بما يحدث المقال الحواري يعبر عن وجهات نظر مختلفة حول موضوع معين يمكن أن يكون فيه نقاش أو حوار بين أفكار مختلفة المقال النقدي يتناول موضوعا معينا ويناقش آراء الكاتب عنه مثل تقييم كتاب أو فيلم أما المقال العلمي فيقدم معلومات علمية أو بحثية حول موضوع معين وغالبا ما يعتمد المقال العلمي على الحقائق والأدلة مقالنا اليوم بعنوان يا أصدقائي خلفية عن المقال المقال من كتاب بعنوان صديقي لا تأكل نفسك وهو أحد أشهر أعمال ومؤلفات الكاتب الصحفي المصري الشهير عبد الوهاب مطاوع وعبد الوهاب مطاوع هذا هو واحد من المؤثرين في الصحافة المصرية وكان له بريد الأهرام ويضم الكتاب مجموعة من المقالات التي كتبها بعد جملة سمعها من أحد المحاضرين قال فيها إن القلق والتوتر يأكلان من الإنسان فأثرت هذه الجملة في نفسه شيئا فكتب هذا الكتاب وهذه هي صورة الراحل عبد الوهاب مطاوع عبد الوهاب مطاوع اسمه محمد عبد الوهاب مطاوع وكانت الأسماء سابقا تكون مركبة فيقول اسمه محمد عبد الوهاب معا هو كاتب مصري عمل بجريدة الأهرام قبل تخرجه من الجامعة أي بدأ الحياة المهنية مبكرا قبل أن يتخرج وبعد التخرج مباشرة تدرج في المراكز الصحفية حتى شغل منصب مدير التحرير بجريدة الأهرام المصرية ورئيس تحرير مجلة الشباب أشرف على باب بريد الأهرام اليومي وباب بريد الجمعة الإسبوعي منذ عام 1982 حتى وفاته لقب رحمة الله عليه بصاحب القلم الرحيم حيث كان يستخدم أسلوبا أدبيا راقيا في الرد على الرسائل فكان يجمع بين العقل والمنطق والحكمة ويسوق في سبيل ذلك الأمثال والحكمة والأقوال المأثورة قبل القراءة فكر وتوقع املأ المنظم التالي ثم شارك زملائك بالفصل المثال يا أبناء الجيل أنتم الأمل المثال التالي حافظوا على أخلاقكم ولا تضيعوها هذا هو المثال الثالث المثال الرابع ما أجملني لمصر ما أجملني لمصر الأسلوب المستخدم مطلوب مننا أن نعرف هذه الأساليب ما هي؟ وقد ذكر لنا أن الغرض من هذه الأساليب جميعا هو جذب انتباه السامع وإثارة ذهنه وتشويقه مع تعزيز الشعور والانطباع الذي أراد الكاتب أو الشاعر إيصابه إذن هذه الأساليب كلها تجذب انتباه السامع تثير ذهنه تشويقه تعزز لديه نفس الشعور والانطباع الذي أراد أن يوصله الكاتب أو الشاعر المثال الأول يقول يا أبناء الجيل أنتم الأمل ما اسم هذا الأسلوب؟ تذكروا تذكروا لقد قلناها سابقا ودرسناها في المرحلة الابتدائية إنه أسلوب نداء يا أبناء الجيل أسلوب نداء نعم أحسنتم حافظوا على أخلاقكم أسلوب أمر ولا تضيعوها أسلوب ناهي ما أجملني لمس هذا أسلوب تعجب أحسنتم أحسنتم كثيرا الآن رتب الكلمات التالية من أكثر إلى أقل كلمة تظن أنك تعرفها وعند القراءة حاول استنباط معناها من السياح ما هذه الكلمات؟ الكلمة الأولى اسمها خليلك الكلمة الثانية عابثا الكلمة الثالثة هواجس أما الكلمة الرابعة فهي ينظر الكلمة الخامسة ففوات الكلمة السادسة يبُوح أما الكلمة السابعة فهي يفوح والآن اصنع قائمتك بنفسك رد بالكلمات السبعة من أقل كلمة تظن أنك تعرفها من أكثر كلمة إلى أقل كلمة تظن أنك تعرف معنى أدلة السياق كما اتفقنا هي تلميحات يقدمها المؤلف لمساعدة القارئ على معرفة معنى كلمة صعبة أو مبهامة وقد تظهر الأدلة السياقية في الجملة نفسها التي تشير إليها الكلمة أو في جملة بعدها أو قبلها لأدلة السياق أنواع منها المرادف يستخدم مرادف الكلمة أو الكلمة التي لها نفس معنى الكلمة في الجملة لإضاح معناها المضاد كلمة ومجموعة كلمات لها معنى معاكس تكشف عن مصطلع غير معروف التوضيح أو الشرح يتم شرح الكلمة المجهولة داخل الجملة أو في الجملة السابقة لها مباشرة المثال يتم استخدام الكلمة في مثال ليسهل معرفة معنى لابدأ درسنا على بركة الله والآن اقرأ واكتشف في الفقرة الأولى لماذا استخدم الكاتب الأساليب الإنشائية؟ وما الفكرة أو الفكر التي يريد إبرازها؟ يقول عبدالوهاب مطاوع على مر التاريخ دائما كانت هناك صداقة وأصدقاء ولعبت الصداقة أدوارا مهمة في تاريخ البشرية لكن المهم هو أن تعرف كيف تختار أصدقائك لأن صديقك هو مرآة نفسك غالبا أي أنك غالبا ستكون مثل خليلك في قيمه وأهدافه ونظرته للحياة فانظر أولا من تخالل وهل تتوافق أهدافكما وقيمكما أم لا قبل أن تمنحه شرف صداقتك هنا الأساليب الإنشائية في الفقرة الأولى انظر من تخالل انظر انظر اسلوب أمر هل تتوافق أهدافكما وقيمكما أم لا هذا أسلوب استفعان والآن في الفقرة الأولى استخدم الكاتب الأساليب الإنشائية للإقناع وإثارة ذهن القاعد معنى خليلك في السياق صديقك والدليل الجملة تفسير لجملة سابقها الجملة السابقة تقول صديقك هو مرآة نفسك غالبا أي أنك غالبا سوف تكون مثل خليلك الذي هو صديقك الذي تحدث عنه سابقا فالكلمة فسرتها الجملة السابقة عليها وبالتالي فإن معنى خليلك صديقك ولكي لا تشكو ذات يوم من انعدام التوافق بينكما فليس من الجائز مثلا أن يصادق المستقيم المستهترا والجاد عابثا والمتدين منحرفا لأن في هذه الحالة لن تصبح صداقة يطمئن بها جانبك وتجد فيها السكينة والطمئنان وإنما سوف تصبح غالبا صراعا بين شخصيتين متناقضتين وأسلوبين متعارضين في الحياة لذلك ينظر أن تجد مثلا إنسانا جادا بين مجموعة من الأصدقاء المستاترين أو كريما بين بخلاء أو مثاليا بين ماديين وإنما سوف تجده في الغالب واحدا من أقرانه لأن المرأة يعرف بأقرانه هنا كلمة عابثا معناها مازحا والدليل من السيق والمضاد هو يتحدث عن أن النقدين لا يكونان خليلي فيقول الجاد لا يكون عابثا إذن أو يقول فليس من الجائز أن يصادق الجاد عابثا إذن عابثا هي مضاد جادا وبالتالي فإن عابثا معناها مازحا كلمة ينظر معناها يقل والدليل أن تجد جادا بين مستهترين هذا شيء قليل لا يحدث كثيرا وهو يقول ينظر أن تجد جادا بين مستهترين إذن فمعنى ينظر يقل ولأن الطيور على أشكالها تقع كما يقولون والعلاقات الإنسانية بصفة عامة هي علاقة أخذ وعطاء فلا تستمر صداقة تقوم على عطاء من طرف واحد بغير أن يكون الطرف الآخر قادرا على العطاء لرفيقه فالصداقة المثالية والناجحة هي طريق ذو اتجاهين ذاهب وغادي وليست أبدا طريقا ذا اتجاه واحد من المنبع إلى المصب كعلاقة الأنهار بالبحار التي تصب بها الفكرة التي يريد إبرازها في الفقرة الأولى هذه كلها وما سبق من شرائح هي الفقرة الأولى الفقرة الأولى تدور حول فكرة محوية هي تأثير الصديق على صديقه في ختام أثناء القراءة تقرأ واكتشف سنقرأ الفقرة الثانية والأخيرة ونقول في ختام الفقرة الأخيرة ما الأسلوب الذي استخدمه بكثرة ولماذا والإنسان يحتاج في حياته الخاصة إلى دائرة محدودة من الأصدقاء الأميمين ومن يسعده الحظ تعطه الحياة أربعة أو خمسة أو ستة من الأصدقاء الأوفياء الذين نسميهم أصدقاء الروح الذين يستطيعوا أن يخلع أمامهم قناعة وأن يبوح لهم بهواجسه وأفكاره بلا حرج والذين يشعروا بالأمان النفسي وهو في صحبتهم لذلك قيل أن حسن اختيار الرفيق أهم أحيانا من حسن اختيار الطريق فكل الطرق قد تؤدي إلى روما هذا مثل يضرب لكون الطرق كلها تنتهي بنا إلى هدف وهذا الهدف موحد سواء اتخذنا طريقا أو آخر فإننا نصل إلى هدفنا وبما أن روما كانت محور العالم وعاصمة الدنيا في التاريخ القديم فقد أطلق هذا المثل للدلالة على أن روما هي مركز العالم وأن الطرق كلها أو الأساليب والمناهج كلها لا يهم أيها تتخذ ولكن الأهم أن تصل إلى هدفك لكن ليس كل الأصدقاء قد يوفرون لك الأمان والإطمئنان كلمة يبوح معناها يفشي ويظهر ويكشف والدليل تفسير يبوح بهواجسه بالجملة قبلها يخلع قناعة أي أن معناها يظهر أو يكشف كلمة هواجسه معناها شواغله والدليل يبوح نحن نبوح بما يشغل بالنا بما نهتم به إذن فكلمة هواجسه معناها شواغله والصداقة كالأزهار تحتاج إلى رعاية خاصة لكي تزهر ولكي يفوح عطرها ومن فنون هذه الرعاية أن لا تكون مطالبك من أصدقائك كثيرة لكي تنعم بصداقتهم للأبد لأن الصديق الذي يرهق صديقه بمطالبه النفسية والمادية يخسره سريعا ومن فنون الصداقة أيضا أن تكون أكثر استعدادا للتسامح معه ولتجاوز هفواته وأكثر حرصا على عدم معاتبته على كل شيء أو أي شيء والشاعر الذي قال إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه هذا الشاعر محق تماما في مقالة لأن الحياة صعبة والعلاقات متشابكة ولكل إنسان فيها همومه ومعاناته في الفقرة السابقة كلمة هفوات معناها غلطات وزلات والدليل تفسيرها بما قبلها التسامح معه أي أنه أن تجاوز هفواته يعني تجاوز غلطاته وكلها من باب التسامح مع الصديق كلمة فاحة معناها انتشر والدليل قوله الأزهار عطرها الأزهار ينتشر عطرها وهذا الانتشار الخاص بعطر الأزهار يسمى فوحان وبذلك فإن كلمة يفوح عطرها معناها ينتشر وليس كل الأشخاص على استعداد لتحمل العبء النفسي لللوم المستمر والعتاب المستمر وعلينا أن نقبل من أصدقائنا بعض ما لا نرضاه وأن نغفر لهم بعض إساءاتهم كي لا تتقطع حبال المودة نهائيا بيننا وبينهم ولكي تتواصل الحياة فهل ما زلت يا صديقي تسألني بعد ذلك هل هناك صداقة؟ نعم حسنتم هذا هو إجابة السؤال الذي كان مطلوبا مننا الأسلوب في نهاية الفقرة الأخيرة هل هناك صداقة؟ هذا أسلوب ماذا؟ سوف نرى وهل هناك أصدقاء؟ لنرى استخدم الكاتب في آخر الفقرة الأخيرة أسلوبا الاستفهام أحسنتم وهذه علامة الاستفهام أنتم تعرفونها جيدا العلامة التي توضع بعد الأسئلة ما الغرض من أسلوب الاستفهام إثارة ذهن القارئ وإشراكه في اتخاذ القرار معنا؟ الآن بعد القراءة نجيب عن بعض الأسئلة لنتأكد من فهمنا ما أهمية اختيار الأصدقاء من وجهة نظر الكاتب؟ فكروا أحسنتم من وجهة نظر الكاتب تكمن أهمية اختيار الأصدقاء في أن الصديق مرأة صديقه فالصديق يكون غالباً مثل صديقه في قيمه وأهدافه ونظرته للأيان ولذلك لكي تمنحه لقب صديق عليك أن تنظر لأمره وهل تتوافق قيمكم وأهدافكم أم لا؟ السؤال الثاني لماذا لا يكون جائزاً أن يصادق المستقيم مستهتراً والجاد عابثاً؟ آه هذا سؤال مهم لأن في هذه الحالة لن تصبح صداقة يطمئن بها جانبك وتجد فيها السكينة والاطمئنان وإنما سوف تصبح غالباً صراعاً بين شخصيتين متناقضتين وأسلوبين متعارضين في الحياة السؤال الثالث من هم أصدقاء الروح الذين وصفهم الكاتب؟ أحسنتم هذه جملة لن تنسى أبداً قوله هم الذين يستطيع الإنسان أن يخلع أمامهم قناعه وأن يبوح لهم بهواجسه وأفكاره بلا حرج والذين يشعر بالأمان النفسي وهو في صحبته السؤال الرابع ذكر الكاتب فنون فنون رعاية الأصدقاء أو رعاية الصداقة فما هي فنون رعاية الصداقة؟ أن لا تكون مطالبك من أصدقائك كثيرة لأن الصديق الذي يرهق صديقه بمطالبه النفسية والمدية يخسره سريعاً وأن تكون أكثر استعداداً للتسامح معه ولتجاوزها فواته أي غلطاته والآن جاء دور الكلمات مفرد الأزهار أحسنتم الزهرة مضاد الرعاية الإهمال جمع العب الأعباد معنى حرج خوف نستنبت من القراءة الفرق بين الأسلوبين الخبري والإنشائي الأسلوب الخبري وأسلوب بلاغي يحتمل الصدق أو الكاذب وينقسم إلى أسلوب يعبر عن حقيقة مثل قولنا الشمس تشرق من الشرق هذه حقيقة وأسلوب يعبر عن رأي مثل قولنا الشمس جميلة هذا رأيي ربما يختلف معه آخر فيرون أن الشمس أباً وحر إذن فهذا رأيي أما قولنا الشمس تشرق من الشرق فهذه حقيقة الأسلوب الإنشائي هو أسلوب بلاغي لا يحتمل الصدق والكاذب ويشير إلى أمر بعينه دون التصريح به أشكال الأسلوب الإنشائي كثيرة ولكل منها غرض لكن هناك غرض عام من هذه الأشكال من الأسلوب الإنشائي النداء الاستفهام الأمر الناحي التعب النداء مثل قولنا يا أحمد حافظ على الطريق الاستفهام الاستفهام مثل قولنا هل أدلكم على ما ينفعكم الأمر حافظوا على بلدكم الناهي لا تؤذي جيرانكم التعجب ما أجمل السماء الغرض العام من الأسلوب الإنشائي هو جذب الانتباه جذب انتباه السامع وإثارة الذهن وتشويقه مع تعزيز الشعور والانطباع الذي أراد الشاعر أو الكاتب إيصاله الآن سوف نستنبت من خلال قراءتنا شيئا هاما الأسلوبان الخبري والإنشائي يلعبان معا دورا مهما في إيصال غرض الكاتب من النص فالأسلوب الخبري قد يستخدم لتقرير المعنى وتوضيحه لأنه يعرض حقائق وهذا له تأثيره في العقل والأسلوب الإنشائي يستخدم غالبا لإقناع القارئ وإثارة ذهنه وإثارة ذهنه وجذب انتباهه إذن لكل مقام مقار ولكل غاية الأسلوب فإذا كنا نريد أن نقرر المعنى ونوضحه ونعرض حقائق فإننا نستخدمه أسلوبا خبريا أما إذا أردنا إقناع القارئ وإثارة ذهنه وجذب انتباهه فعلينا بالأسلوب الإنشائي ضع خطا تحت الأساليب الإنشائية في الفقرة وحدد غرضها العام الصداقة قيمة رائعة في حياتنا فاعلموا يا أصدقائي إن الصديق الحقيقي هو الذي يساندنا في الأوقات الصعبة ولا تترددوا في إظهار مشاعر الود وكونوا دائما بجانب أصدقائكم الأساليب الإنشائية في الفقرة انظروا ستجدوا قولنا اعلموا يا أصدقائي اعلموا أسلوب أرض قولنا يا أصدقائي أسلوب نداء يا حرف النداء الذي لا ننساه أبدا لا تترددوا أسلوب ناهي حسنتم الغرض العام منها هو جذب انتباه السامعي وإثارة ذهنه وتشويقه مع تعزيز الشعور والانطباع الذي أراد الشاعر أو الكاتب إيصارا ضع خطا تحت الأساليب الإنشائية في الفقرة وحدد غرضها العام أليس من الجميل أن نشارك الأوقات الجميلة أن نشارك الأوقات الجميلة سويا احرصوا على التواصل ودعموا أصدقائكم للعب والمرح لكن تذكروا أن الصداقة أفعال وليست كلمات الأساليب الإنشائية أليس من الجميل أسلوب استفهار احرصوا وادعوا وتذكروا كلها أساليب أمر الغرض العام منها أحسنتم حجذب انتباه السامع إثارة ذهنه تشويقه مع تعزيز الشعور والانطباع الذي أراد الشاعر أو الكاتب إيصاله وما أجمل أن تكونوا بجانبي أصدقائكم في الأوقات الصعبة ولنتعهد بأن نكون أصدقاء أو فياء أصدقاء أو فياء ولنجعل محبتنا وتآذرنا قويا فالصداقة كنز ثمين فالمحافظ عليه الأساليب الانشائية ما أجمل أسلوب تعجب ولنتعهد ولنجعل فلنخافظ هذه كلها أفعال مضارعة وضيفت إليها لام الأمر فكلها إذن أساليب أمر يبقى أسلوب الأمر هنا يمكن تكوينه بفعل الأمر ويمكن تكوينه بفعل مضارع وضيفت إليه لام الأمر التي تحاول الفعل المضارعة في معناه إلى معنى الفعل الأمر الغرض العام منها أحسنتم جذب انتباه السابع وتشويقه وإثارة ذهنه مع تعزيز الانتباع والشعور الذي أراد الشاعر أو الكاتب إيصاله إذن نحن لا نحفظ نحن نفهم أن هناك عناصر لهذا الغرض العام جذب الانتباه عنصر إثارة الذهن عنصر التشوير تعزيز الشعور وتعزيز الانتباع الذي أراد أن يوصله الكاتب الأثر البلاغي للأساليب الإنشائية هو تحويل الأساليب الإنشائية في الجملة من نقل المعلومة من الوصف من إداء الرأي إلى إثارة ذهن القارئ وجذب انتباه لنرى هذا جيد الولد متميز في هذه الجملة الولد متميز رأي ثم عندما قلت أليس الولد متميزا واستخدمت أسلوب الاستفهام نقلت هذا الرأي من من مجرد إبداء رأي إلى إثارة الذهن القارئ وجذب انتباه تنتشر المطباط في هذا الطريق تنتشر المطباط في هذا الطريق معلومة عندما أقول احترس تنتشر المطباط في هذا الطريق حولت هذه المعلومة ولم أعد ناقلا إياها بشكل مجرد وحولتها إلى إثارة ذهن القارئ وجذب انتباه قلت له فارس فانتبه وعمل ذهنه وأثير يستمتع المصطفون بجمال الشاطئ أنا أصف حالة المصطفين وحالة الشاطئ الجميل لكنني عندما أقول للمصطفين استمتع بجمال الشاطئ فقد حولت هذا الوصف إلى إثارة ذهن وجذب انتباه من الوصف إلى إثارة ذهن القارئ وجذب انتباه اذكر الأثر البلاغي لتحويل الجمل التالية من الخبر إلى الإنشاء نستكمل الأزهار جميلة المنظر ما أجمل منظر الأزهار الأزهار جميلة المنظر أنا أصف منظر الأزهار فإذا تعجبت من جمال منظر الأزهار فقد حولتها من الوصف إلى إثارة ذهن القارئ وجذب انتباه لديك أخطاء إملائية هذه معلومة فإذا قلت لو هل رأيت هذه الأخطاء الإملائية فقد حولتها من نقل المعلومة إلى إثارة الذهن وجذب الانتباه إذا قال لك المعلم وهو يصحح لك موضوع التعبير هل رأيت هذه الأخطاء الإملائية هو هنا لا ينقل معلومة لكنه يثير انتباهك ويجذبك أنت ذكي للغاية أنت ذكي للغاية هذه رأي هذا رأي فيك أنت ذكي للغاية لكنني عندما أقول أبهرني بهذا الذكاء فإنني حولتها من مجرد رأي إلى إثارة ذهن وجذب انتباه أنا طلبت منك أن تبهرني اقرأ الفقرة التالية من كتاب شاهد عصره ليوسف إدريس ثم أجب عن الأسئلة يقول يوسف إدريس العلاقات الشخصية كالأحزاب السياسية في حاجة بين كل حين وحين إلى عملية تطهير كي تظل محتفظة بخط حياتك ومبادئك سليما ولقد قررت اليوم أن أقطع علاقتي بأحد الأصدقاء فقد اكتشفت أنه يكره الناس وأنه يحرضني على كره الناس ولهذا فالناس جميعا تنفض من حوله وقد كنت بالنسبة إليه القلعة الأخيرة التي يحتمي فيها ومع هذا فما أكثر ما كان يكيل لي من طعنات غادرة قاتلة ما أطول ما صبرت وتحملتها ولكن ماذا أستطيع أن أفعل لمريد مثله إلا أن أعامله على أنه مريد لماذا قرر الكاتب أن يقطع علاقته بأحد أصدقائه من فهمنا للقطعة نرى أن اكتشف أنه يكره الناس وأنه يحرضه على كراهية الناس ما أطول ما صبرت ما نوع هذا الأسلوب ما أطول هذا أسلوب تعجب محسنتم وهو بهذا أسلوب الإنشائي ليس خبريا كان للكثير من الطعنات الغادرة هذه جملة الجملة الأخرى ما أكثر ما كان يكيل لي من طعنات غادرة ماذا أفاد تحويل الجملة من الخبر إلى الإنشاء الأثر البلاغي للإنشاء هنا أنه حول الجملة من نقل معلومة أن هذا الرجل الذي كان صديقا يطعنه طعنات غادرة كثيرا هذه معلومة حولها إلى إثارة ذهن وجد بانتباه والآن جاء دور التكليفات المنزلية اليومية يقول صرتم حريصين على عدارتكم احدف سارة واكتب الجملة صحيحة السؤال الثاني تكررت كلمة طرأ بالجمل الآتية اذكر معناها طرأ أمر جديد طرأت لي فكرة طرأ عطل في الإرسال طرأ الضيف علينا الجملة الأولى تقول طرأ أمر جديد المطلوب معنا كلمة طرأ الجملة الثانية تقول طرأت لي فكرة المطلوب معنا كلمة طرأ الجملة الثالثة طرأ عطل في الإرسال المطلوب معنا كلمة طرأ الجملة الرابعة طرأ الضيف علينا المطلوب معنا كلمة طرأ صوّب الخطأ الإملائي بالكلمات الملونة إن وجد فيها خطأ سفاقرأ لكم هذه الجمل وعليكم أن نتأكدوا من الكلمات من خلال قراءتي الجملة الأولى تقول الأصدقاء يؤدون واجبهم بإخلاص والكلمات الملونة هي يؤدون وإخلاص الأصدقاء يؤدون واجبهم بإخلاص نريد أن نعرف معنا أن نعرف هل كلمة يؤدون صحيحة جهاد الشكل أم هي خاطئة وكلمة بإخلاص نريد أن نعرف هل هناك خطأ فيها أم لا فإذا كان ثمة خطأ علينا أن نصوبه نفس الكلام لكلمة يؤدون الجملة الثانية تقول طباطع الصديق يؤذي صديقه كلمة طباطع مكتبة بهذا الشكل همزة على واو وعلينا أن نعرف هل هذه الكتابة صحيحة أم لا فإذا كانت صحيحة نصوبها فإذا كانت صحيحة نتركها عفوا وإذا كانت خاطئة نصوبه طباطع الصديق يؤذي صديقه نفس الكلام في كلمة يؤذي كلمة يؤذي مكتوبة بهذا الشكل همزة على نظرة ونريد أن نعرف هل هي صحيحة أم لا فإذا كانت صحيحة نتركها وإذا كانت خاطئة نصوبها الجملة الأخيرة تقول الصاحب يؤلمه متاعب صاحبه الصاحب يؤلمه متاعب صاحبه يؤلمه متاعب صاحبه كلمة يؤلمه هي الكلمة الملونة والمطبوط أن نعرف هل هي صحيحة بهذا الشكل أم أن ثمت خطأ فإذا كانت صحيحة نتركها وإذا كان بها خطأ نصوبه نشكركم لحسن استماعكم انتهت بهذا موضوعاتنا انتهت بهذا النقاط التي تجتمل عليها حصتنا نريد أن نؤكد قبل أن ننهي هذه الحصة على عدة أشياء هامة ذاكروا جيدا استعدوا لاختبارات الشهر استعدادا طيبا ومناسبا اقرأوا كثيرا تدربوا على الأمور البلاغية البلاغة في منهج الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الأول تتمثل في أمور كثيرة منها الصور الحسية منها السياق والغرض من أي نص منها ما تم ما تم الدراسته اليوم الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي وما درسناه سابقا من التضاد وأنواعه وأشكاله استعدوا جيدا اهتموا بالتقييمات الأسبوعية التقييمات الأسبوعية هامة وتدربنا على أن نظل في عمل متواصل يومي فلا تتركم علينا الأعمال نهتم بالواجبات المنزلية اهتماما جيدا نؤدي ما علينا وعلى الله التوفيق وفقكم الله إلى ما فيه الخير الآن أشكركم الكوار كود التالي هام جدا عليكم أن تمسحوه بهواتفكم فإن عليه صفحة المنصة التعليمية منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم على الفيسبوك وعليه صفحة قناة اليوتيوب الخاصة بهذه الحصص والدروس في جميع المواد تستطيعون استرجاعها وتستطيعون معرفتها عليه أيضا الجدول الأسبوعي لمعلمي وحصص منصة البث المباشر ومواعدهم نشكركم اهتموا كثيرا بهذا البركود وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته